فساد مالي وإداري لا يحصى في جميع مفاصل الدولة في العراق باعتراف شركاء العملية السياسية ثروات منهوبة على مدار 17 عاماً قدرت بنحو تريليون دولار أمريكي وملفات لم تفتح إلى الآن بقوة المال والسلاح حتى بات الحديث عن اقتلاع منظومة الفساد من العراق مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي كما يرى كثيرون فضخامة ملفات الفساد باتت أكبر من أن تتابع من قبل اللجان البرلمانية ومنها لجنة النزاهة النيابية وباعتراف الأخيرة نظراً لحجم الأموال المسروقة والمهدورة وتضيف الهيئة أن الموازنات المالية السابقة كافية لبناء دول بأكملها محملة الطبقة السياسية المسؤولية عن ضياع الأموال والجهود وحتى الأرواح سطوة الأحزاب الفاسدة وميليشياتها المسلحة هي المتسبب الأول بضياع أموال العراق وفقاً للجنة الاقتصادية النيابية حتى وصل الحال بالعراق للاقتراض الخارجي والداخلي لدفع رواتب موظفيه الشهرية وبلغة أخرى فإن الدولة العميقة كما تعرف هي المسيطرة على الأرض وتعمل بشكل حثيث على تدمير اقتصاد العراق بحسب اللجنة المالية البرلمانية التي أكدت هي الأخرى أن ديون الدولة بلغت 128 مليار دولار ويحتاج العراق إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتأمين رواتب القطاع العام إلا أن ما يدخل له حالياً من واردات لا تتعدى تريليونين ونصف تريليون دينار فقط وفي المقابل فإن الإيرادات غير النفطية مثل المنافذ الحدودية والزراعة وغيرها لا تمثل سوى 5% من إيرادات الدولة بسبب الفساد وسوء الإدارة ما يجعل وضع البلاد اقتصادياً أكثر تعقيداً وإلى يومنا هذا لم تقدم الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 سوى الشعارات التي لم يجن منها العراقيون سوى المعاناة في شتى المجالات فيما تبقى ملفات الفساد حبيسة الرفوف بتوافقات سياسية